أعزائي المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب بكم في هذه الحصة التي سنقصصها لتصحيح عناصر الفرد الجريبي الأول الخاص بمادتي التاريخ والجغرافية مستوى الجدع المشاركة علوم الدورة الثانية برسم الموسم الدراسي 2022-2023 إذن الوضعية الاختبارية الأولى المقترحات تتعلق بمادة الجغرافية من خلال الاشتغال بالوثائق الوثيقة الأولى كما كتلاحظوا عبارة عن نص جغرافي منطقه يطلق الريف على مناطق الاستقرار سواء أكانت قرى صغيرة أم كبيرة وتعد حياة الريف من أشكال الحياة الاجتماعية التي سبقت ظهور المدن ويتميز الريف بخصائص عدة منها توافر الإمكانات الطبيعية لإنتاج الزراعي وتوافر بعض الخامات الزراعية والحيوانية المستخدمة في الصناعة وانتشار نمط الأسرة الكبيرة أو ما يسمى بالأسرة الممتدة فضلا عن قوة العلاقات الأسرية بين أفراد المجتمع المرجح نمر بعدها لقراءة الوثيقة الثانية نصها تنشط حركة الهجرة من الريف إلى الحضر نتيجة تتركز الخدمات والصناعات في المدن ولتوافر فرص العمل وارتفاع الدخل وتؤدي الهجرة القروية إلى نتائج عدة أبرزها عرقلت تنمية القطاع الزراعي حيث يفقد الريف كثيرا من القوى العاملة وهو ما يجعل الأراضي الزراعية غير مستغلة استغلالا كاملا فيقل الإنتاج الزراعي ويقل دخل الفرد في هذه المناطق وتؤدي كذلك إلى تغير نمط الأسرة من أسرة كبيرة أي ممتدة إلى أسرة صغيرة والتحول من العمل الزراعي لأعمال مهنية أخرى والضغط على الخدمات العامة في المدن كالتعليم والصحة وغيرها المرجع نفسه إذن بعدما أخذنا الوقت الكافي في قراءة الوثيقتين إذن المطلوب مننا هو أن نجيب عن الأسئلة الآتية إذن السؤال الأول أن نضع الوثيقتين في سياقهما الجغرافي بمعنى هنا أن نحديد القضية أو المشكلة التي يطرحها أو تطرحها الوثيقتين معنا إذن إذا رجعنا الوثيقة الأولى فموضوعها يتعلق أساسا بخصائص المناطق الريفية أو الأرياف بوجه عام بالنسبة للوثيقة الثانية بعد قراءتها فيتضح أن الموضوع أو القضية التي تطرحها تتعلق أساسا بانعكاسات أو نتائج الهجرة الريفية إذن بشكل عام فالسياق الجغرافي للوثيقتين فهو يتعلق بالخصائص أو السمات المميزة للأرياف أو المناطق الريفية أو الوسط الريفي وانعكاسات ظاهرة الهجرة القروية أو نتائجها من بعد نمر الإجابة عن السؤال الثاني هذا المطلوب هو أن نعرف ما تحت خط تعريفا جغرافيا إذن يتعلق الأمر هنا بالريف وفي الوثيقة الثانية بالهجرة القروية إذن فالتعريف طبعا هو مضمن في الوثيقة الأولى فالريف ومنطقة جغرافية أو مجال جغرافي لاستقرار الساكنة القروية أو الريفية بصرف نظر هل القرى التي يستقر فيها الريفيون هي قرى صغيرة أم كبيرة ثم هذه الأرياف طبعا يمارس فيها السكان أساسا أنشطة فلاحية بالنسبة للمصطلح الثاني فهو الهجرة القروية وطبعا هنا الهجرة القروية هي حركة الهجرة من الريف إلى الحضر بمعنى إلى المناطق الحضرية أو المدن بحثا عن العمل وكذلك تحسين مستوى الدخل بالأساس إذن التعريف سيكون دائما مقتضب كما يلي إذن الريف هو نقيد الحضر أو نقيد المدينة أي الوسط الذي تعيش فيه الساكنة الريفية وتمارس فيه أنشطتها الفلاحية بالأساس المرتبطة بالزراعة والغراسة وتربية الماشية بالنسبة للهجرة القروية كما قلنا هي حركة تنقل السكان أو انتقال السكان من الأرياف نحو المدن بحثا عن العمل وتحسين الدخل وتحسين مستوى المعيشة بالنسبة للسؤال الثالث يتعلق باستخراج معطيات مضمنة في الوثيقتين كما يلي ألف من الوثيقة الأولى خصائص مناطق الريفية باء من الوثيقة اثنان نعكاسات لهجرة القروية إذن نرجعنا للوثيقة الأولى فمن خصائص المناطق الريفية أولا توفر الإمكانة الطبيعية لإنتاج الزراعي نتحدث هنا عن الأراضي الزراعية والمراعي وغيرها ثم أيضا توفر بعض الخامات الزراعية والحيوانية المستخدمة في الصناعة بمعنى وفرة المواد الأولية والمواد الخام ثم انتشار نمط الأسرة الممتدة والأسرة الكبيرة وأيضا قوة العلاقات الأسرية بين أفراد المجتمع وما يسمى بالعلاقات المتينة أو العلاقات العضوية بين أفراد المجتمع التي يطبعها التضامن والتأذر إذن فالجواب عن السؤال باء يتعلق كما قلنا بانعكاسات ظاهرة الهجرة القروية إذن هناك انعكاسات ترتبط بعرقلة تنمية القطاع الزراعي بسبب هجرات القوى العاملة أوليد العاملة نحو المدن وهو ما يؤثر على الإنتاج الزراعي الذي يتراجع وأيضا يقل داخل الفرد في هذه المناطق ثم انتشار نمط الأسرة الكبيرة وتحوله نحو الأسرة الصغيرة وما يسمى بالأسرة النووية وأيضا تحوله على مستوى العمل من أعمال زراعية إلى أعمال مهنية أخرى ترتبط بالقطاع الثاني والقطاع الثالث أيضا بغط المتزايد على الخدمات الاجتماعية العامة كالتعليم والصحة بالمدن إذن الجواب سيكون بهذه الكيفية وما يفيدها إذن كما قلنا بالنسبة للمناطق الريفية ما يميزها توفر الإمكانات الطبيعية لإنتاج الزراعي وأيضا المواد الخام الموجهة للإستخدام الصناعي ثم سيادة نمط الأسرة الممتدة وقوة العلاقات الأسرية التي تطبع المجتمع الريفي القائم أساسا على القبيلة أو العشرة وكذلك على التأذر والتضامن بين أفراد المجتمع الواحد بالنسبة لإنعكاسات الهجرة القروية فهي كما قلنا تتمثل في عرقلة نمو القطاع الزراعي وأيضا انتشار نمط الأسرة الصغيرة أو النووية الذي يعود تدريجيا نمط الأسرة الممتدة وتحول إلى ممارسة مهن أخرى وأيضا تزايد الضغط على الخدمات العامة في المدن الآن نأتي إلى السؤال الرابع والأخير ويتعلق بتعبئة المكتسبات أو اعتمادا على الرسيد المعرفي للتلميذ أو المتعلم إذن المطلوب هو أن تبرز أساسيات الخريطة الموضوعاتية وأن تكون الفقرة مقتضبة ما أمكن إذن هنا يتعلق الأمر بأساسيات أو عناصر الخريطة الموضوعاتية لكاخت تيماتيك إذن الجواب سيكون بهذه الكيفية وما يفيدها إذن تتمثل أساسيات الخريطة الموضوعاتية في العنوان إطار الخريطة المقياس كذلك المفتاح الذي نفك من خلاله رموز الخريطة وتسهل عملية قراءة الخريطة وتأويلها ثم الاتجاه الذي يشير إلى الشمال الجغرافي والمصدر الذي أخذت منه الخريطة أو تميدت أو المصدر يبعي معناها الجهة التي أنتجت الخريطة أو يعني اقتبسنا منها هذه الخريطة الآن نأتي إلى الوضعية الاختبارية الثانية المرتبطة بمدى التاريخ من خلال تحرير الموضوع المقالي إذن نص الموضوع عرفت الإمبراطورية العثمانية خلال القرن الخامس عشر والسادس عشر تطورات فكرية وفنية إذن مكتلوب كتابة مقال تاريخي من مقدمة وطرح الإشكال عرض تحليل وخاتمة تبرزون فيه الآتي في فقرتين إذن الفقرة الأولى مظاهر تطور الحياة الفكرية والفنية في الإمبراطورية العثمانية أو في الفقرة الثانية العوام المفسرة لها إذن مع ضرورة طبعا أن ننتقل المعلومات المناسبة لما هو مطلوب وأن تكون يعني مترابطة أيضا الجانب المنهاجي مقدمة مناسبة طرح الإشكال عرض تحليل وخاتمة ثم الجانب الشكلي كل ما يتعلق بتنظيم ورقة التحليل إذن بالنسبة المقدمة ما يفيد هذه الصغيرة إذن شهدت الإمبراطورية العثمانية في بداية العصر الحديث تحديدا في القرن الخامس عشر والسادس عشر تطورا في الحركة الفكرية والفنية من بعد كانت طرحوا السؤالين الإشكاليين إذن نجيب عن السؤال الإشكالي الأول في الفقرة الأولى إذن معلومات التي ممكن أننا نعتمدها إذن فيما يتعلق بتطور المجال الفكري نشير إلى ازدار حركة الترجمة من العربية والفارسية إلى التركيا أيضا إقامة المجالس الأدبية في قصور الأمراء والسلاطين أيضا المساهمة الإبداعية للمرأة وتنوع التآليف التي شملت علوما مختلفة كالفلق التاريخ الجغرافية وغيرها بالنسبة للمجال الفني نشير هنا إلى التطور النوعي الكمي للمعمار الديني الذي تمثل في الجوامع والمعاهد مع الإشارة إلى بعض الأمثلة والنماذج أيضا المعمار المدني كالساحات القصور النفورات وغيرها ثم المعمار العسكري الذي تجلى في الحصون والقلاع وغيرها إذن طبعا مع ضرورة الربط بين هذه الأفكار بالنسبة للفقرة الثانية إذن بما نفسر هذا التطور الفكري إذن هناك عوامل وأسباب مختلفة منها انتشار الكاتاتي بالقرآنية أيضا المعاهد والمدارس اهتمام السلاطين ببناء المساجد والمعاهد العلمية ثم تنوع مصادر تمويل التعليم الذي شمل الأعطيات والهيبات وأيضا الأقافة والأحباس ثم أيضا كانت هناك ظاهرة وهي تنظيم الرحلات العلمية للطلبة نحو المراكز والمنارات العلمية المختلفة في أرجاء الإمبراطورية كمكة والمدينة والأزهر وغيرها إذن كخاتمة يمكن أن نقول على أن يعني رغم أهمية تطور الفكري والفني في الإمبراطورية العثمانية إن أنه لم يؤدي إلى تجاوز البنية التقليدية القائمة وغلب عليه أو على هذه البنية طابع الجمود أو على هذه التطورات طابع الجمود وأيضا التقليد على هذا الأساس يمكننا أن نطرح هذا السؤال الإشكالي كامتداد إذن ما هي أوضاع الإمبراطورية العثمانية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر للميلاد إذن ختما أعزائي أشكركم على حسن تتبعيكم وانتباهكم أتمنى أن تكون هذه الحصة حصة مفيدة وماتعي في الآن نفسه وأن وفق في تبليغ مضامنا وناصر الأساسية طبعا إذا كانت لديكم دائما أية أسئلة أو استفسارات يمكن لكم أن تتركوا لي في التعليقات حتى أتطلع عليها وأجيب عنها في حني بحول الله وألقاكم في حصة قادمة بمشيئة الرحمن ومع موضوع آخر فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة